السلام عليكم شوكم ان شاء الله بخير طبعا اليوم ان شاء الله نبدأ بالمحاضر والجهاز الهضمي اللي محاضرة الدكتورة الغد على ال Digestive System زيان فأول ما سأدي يقول به The elementary truck to provide the body with a continual supply of water, electrolyte and nutrients زيان فأدي يقول الجهاز الغذائي من اسمه الجهاز الغذائي يعني هذا الجهاز هو اللي راح يوفر الغذاء للجسم حتى يقدر موانتنا الجسم يحافظ على حياته وطور من حياته لازم يحتاج جهاز يوفر لهذا الغذاء زيان فال elementary truck او يعني هو الجهاز الهضمي هو راح يوفر للغذاء زيان حتى يتوفر الغذاء نحتاج هاي الشالات يصير بهذا الجهاز شون ذا نشالات اول شيالا Movement of the food through the elementary truck نحتاج اول شي الطعام يتحرك خلال الجهاز الهضمي او الجهاز الغذائي ثاني شالا Secretion of digestive juices and digestion of food بعدين بعد ما دخل الطعام وتحرك داخل الجهاز الهضمي لازم تمثل المواد الهاضمة عليها ال digestive juices وايضا ال digestive enzymes زيان حتى يصير digest المن للفود حتى نحصل بعدين منه ال Neutrons زيان بعد ما سونا هضم للطعام ثالش ها لازم يصير عندنا نمتصة بعد ما هضمنا الغذامات لازم نمتص المواد مالته فحيصير عندنا ال Absorption of water والالكترولايت وال ال digestive products وكل المنتجات اللي صارة لهضم راح تمتص أربعة circulation of blood through the gastrointestinal organs to carry away the absorbed substance طبعا نحتاج انه الدم يمشي خلال الجسم حتى يقدر ينقل المواد الامتصطوية لمختلف أنحاء الجسم هما تحتى هالوظيفة مالتنا يصير بشكل مضموط نحتاج فت واحد يسيطر على جميع ذن الوظائب فأعدنا الجهاز العصبي وأيضا الهرمون هما ذول راح يقومون بالسيطر على جميع ذن الوظائب حتى الجسم يقدر يوفر التغذية المناسبة للجسم بالنسبة للسهادة الثانية اللي هو gastrointestinal system gastrointestinal tract أواشي هو شنو ومن شنو يتكون يتكون طبعا من hollow muscular tube starting from oral cavity where the food enter the mouth containing through the pharynx asophagus stomach and intestine to the rectum and anus where food is expelled فالجهاز الهضم هو عبارة عن انبوبة عبالية ضخمة كلش تبدي من oral cavity أو من تجويف الفم هناك الطعام يدخل من هناك وبعدين الطعام راح يكمل طريقة خلال pharynx لها الحنجرة asophagus المريح ثم 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 هناك الطعام where the food is expelled هما يقولون هناك أعضاء ثانوية بالجهاز الهضمي غير ذكرناهم بس هم يساهمن بعملية الهضم على الطعام من هما ذولة طبعا عندنا مثل الغدد اللعابية اللي تفرز انزيم الاملايز يساعد بالهضم اللوفر والبنكرياس فكل هدين غدد عبارة عن غدد يعني هنا زيان البنكرياس والسلفل كل هن يفرزين انزيمات ويساعدن الجهاز الهضمي بعملية الهضم بس انه يعتبرن السيشوري ثانويات مو اساسيات هما تعدنا طبعا المرارة زيان ومثل ما قلنا لهم فالوظيفة مهمة بالجهاز الهضمي حتش ناس قلنا على الانزيمات زيان هما ديقول food is propelled along the length of GIT by peristallitic movements of the muscular walls دي يقول انه الطعام راح يقدر يتحرك او يندفع خلال الجهاز الهضمي عن طريق الحركة الدودية او البرستالاتيك او الحركة الدودية هي راح تحرك الطعام خلال الجهاز الهضمي زيان فهذا الاسلع دي بينا مجرد مكونات الجهاز الهضمي لدينا البر لدينا الانتستين وهذا الارج انتستين وهذا الركتم وهذا الانواز يطلع منه وهذا الارالكافيتي وهذا الارالكافيتي اللي يدخل منه الطعام عن طريق الموت بعدين الطعام يجي يكمل يجي طريقه الهنانة وهذا الاسوفيغاس بعدين ينزل معده بعدين ينزل الانتستين بحيث يوصل الارج اوكي بعدين يطلع الخارج الجسم هذا طريق الطعام زيان فهنا هذا الاسلايد الموضح هنا طبعا الاسسيشيري وايضا المين اورغانز مثل عندنا السيبلين لفر بانكرياس وهذا النيم وهذا النيم والباقية هنا بالنسبة ل فالجهاز الهضمي الهواء الوظائف بس وظيفة الاساسية هو يوفر الغذاء المل للجسم بس الشأنها حتى ما العملية عن طريق عدة وظائف يقوم بها فاول وظيفة يقوم بها هي تحريك الطعام والموتالتي زيان هذه الكلمة الموطالات تدل لنا على عملية تحريك الطعام خلال الجهاز الهضمي فشو راح تتم هاي العملية تحريك الطعام راح تتم عن طريق أربع نقاط عندنا A B C D أول شي راح يصير عندنا انجيش للطعام راح taking food into the mouth أول شي انت بيدك راح تاخذ الطعام وتدخل بحلقك هاي أول شي نسميها انجيشن ثاني عملية اللي هي المستيكيشن chewing the food and mixing with salavia عمليات المضغ يعني عمليات المضغ وهمت خلط الطعام ويها salavia هاي العملية الثاني بالتحريك الثالث عمل بالتحريك Degletation اللي هي التحريك التحريك بعد ما دخلت الطعام وسوات لتشوينج لازم تبلعة هاي العملية الثالثة العمليات الرابعة اللي هي تبدي طبعاً من المريء البرستالاسيس اللي هي البرستالاسيس يعني شنو البرستالاسيس هي عبارة عن Arrhythmic wave-like contraction that moved through the gastro-intestinal tract هي شون عبارة عن يعني تقلصات تقلصات دودية اللي هي في الرذم معين يعني على موجات معينة دائماً تمشي هالتقلصات اتحرك الطعام خلال الجهاز الهضمي تبدي طبعاً مثل ما قلت لكم من منطقة المريء تقريباً يعني هو مباشر وراء ما تبلع الطعام مباشر بعد العملية الثالثة راح تبدي عندنا البرستالاسيس الحركة الدودية الى ان يطلع الطعام الى خارج الجسم بالنسبة الوظيفة الثانية للجهاز الهضمي هي secretion طبعاً يقول انه exocrine والendocrine secretion هنا متواجدة بالجهاز الهضمي طبعاً شالفرق بين exocrine والendocrine exocrine معنات السبستانس براح تنفرز عن طريق قنوات وتروح للتارجت اما الendocrine فلا راح تنفرز للدم اوكي مباشر للدم وبعدين تروح للتارجت مالته زيان فالفرق بين exocrine and endocrine فبالنسبة الـ exocrine secretions عدنا الـ water الـ hydrochloric acid الـ bicarbonate and many digestive enzymes are secreted into the lumen of the gastrointestinal tract زيان فهو هاي انزيمة الـ water والـ hydrochloric acid والـ bicarbonate عدنا كلهم راح ينفرزاً للـ gastrointestinal tract by exocrine اوكي ودي يقول ان المعدة واحدة تفرزينها تقريباً من الـ 2 إلى 3 لترات من gastric chutes الحاموض هذا الـ pair a day خلال اليوم الواحد زيان فها بالنسبة الـ exocrine بالنسبة الـ endocrine secretions بدي يقول عدنا الـ stomach and the small intestine secret a number of hormones that help to regulate the digestive system طبعاً الـ hormones ما تنفرز الا عن طريق الـ endocrine فخلوها ببالكم هاي الشياله بس الـ endocrine هي قد تفرزين الـ hormones بدي يقول ان الـ stomach والـ small intestine راح يفرزن هورمونات تساعد في تنظيم عمليات هضم الطعام زيان بالنسبة الوظيفة الثالثة والرابعة الخامسة الثالثة عدنا الـ digestion الرابعة absorption وعادنا اخر شيء storage and elimination فبعد ما سوينا احنا مطالة حركنا الطعام وفرزن الـ الانزيمات الهضمة راح تبدي عمليات هضم الطعام الـ digestion This refers to the breakdown of food molecules into their smaller sub-units which can be absorbed يعني اللي يقول هالعملية تبيننا ان الطعام راح يبدئين هضم الى جزئات اصغر الى sub-units يعني اجزاء من الطعام يعني sub-units زيان جزئات صغيرة which can be absorbed يعني يقدر الجسم يمتصر بعد ما كملت عمليات هضم زيان تساعدنا جزئات اللي الجسم يقدر يمتصر متوافرة فبقى يمتصر فهي هالعملية الرابعة الـ absorption راح يبدئ الجسم يمتصر this refers to the passage of digested and products into the blood or limb فبعد ما تمت عمليات الهضم راح يبدئ الجسم يمتصر هاللمواد اللي انهضمت اما عن طريق البلد او عن طريق اللهم الوظيفة الخامسة storage and elimination فرح تبدي عمليات الخزن and elimination this refers to the temporary storage and elimination of the and digestible food molecules فاكو جزئات للطعام راح تنخزن زيان ومن يحتاجها الجسم راح تنفرز طبعا اكو مواد ما يحتاجها الجسم فالجهاز هاد مش راح يسولها حيسوها عملية الـ elimination او الازالة زيان بحيث راح يخلص الجسم من هال المواد كمثال عندنا الـ indigestible food molecules المواد اللي ما امعظمت بالنسبة للـ layers of the gastrointestinal tract بالنسبة للـ layers of the gastrointestinal tract فـ layers من الـ gastrointestinal tract تبدي من الـ asophagus الى الـ anal canal اللي هنا طبعا عبارة عن أربع طبقات او نسميها التونيكس فكل تونيكة بها في الـ dominant tissue بها في الـ tissue اساسي بها هو يقوم بالوظيفة بعمليات الهضم شو ندن الأربع طبقات او الأربع التونيكس والـ GIT عندنا من الـ inside للـ outside يعني من الداخل للخارج فالطبقة الداخلية عندنا الميوكوزة بعدها الميوكوزة وعندنا آخر شي لها الطبقة الخارجية السراسة بالنسبة للطبقة الأولى عندنا قلنا هي الميوكوزة فالميوكوزة الشنية هي تبطلنا للجهاز الهضمي وهمات هي الـ absorptive والميوكوزة الميوكوزة 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 بأنه هي الطبقة الفارزة والطبقة الممتصة بتتكوين شنو؟ تتكوين من المكومي الأولى عبارة عن غشاء معناة غشاء طلاعية وي Burn alli supporter by lamina propere يعني مدعوم أو مرتبط م ermpo With lamina propere شان ما39 اللمina propere عبارة عن into عبارة عن غشاء رابط containing numerous lymph nodes which are important in protecting against disease زيان they could be lymph nodes by lymph عقدات لمفاوية تفيد طبعا بحماية طبقة الميوكوزة against infection يعني ضد ضد الاصابة من العدوى يعني او a harmful agent زيان external to the lamina propera دي قول عدنا ثاليير of a smooth muscle called muscularized mucosa الطبق الثالث اللي هي external lamina propera اسمها muscularized mucosa دي قول this is a muscle layer responsible for numerous small folds inserting a portion of the GIT these folds greatly increase the absorptive surface area زيان دي قول انه انه بالمسكة اللي يارس هي حتكون مسؤولة عن تبكين طيات اوكي الفلد ذي عبارة عن طيات يعني بجزا معينة من الجهاز الهضمي ومثما نعرف ذي طيات عبارة عن مساحات للامتصاص جيان فهي المسكة اللي هي المسكة اللي راح توفر لنا فالطبقة للامتصاص اوكي طبقة للامتصاص لهذا هي الميوكوزة الطبقة absorbed بها المسكة اللي يعني اللي تكون الفلد زيان specialized goblet cell in the mucosa secret mucos throughout the most of the GIT طبعاً ال goblet cell اللي يقولن تفرز الميوكاس زيان خلال الجهاز الهضمي زيان شباب شوفوونا هالصورة التوضيحية حتى اوضحكم بها طبقات الميوكوزة ادنا واش قلن الكوليمنار اباثيليام ها هاذا شوفونا هاذا هاذا يعتبر كوليمنار اباثيليام اوكي زيان اللامينة بروبيرا اللامينة بروبيرا ادنا هايا هذا كله يعتبر المسكولعيز ميوكوزة ادنا بالنسبة للطبقة الثانية اللي هي السبب ميوكوزة السبب ميوكوزة في خينها تعتبر في خينها يعد من السبب ميوكوزة همات تعتبر زيان يعني هو و همات بفزلز بعواية دموية وظيفتها تساعد الميوكوزة شون حتساعدها الابزوربت موليكوز اللي يعني امتصط عن طريق الكوليمنر أبثيلها بالميوكوزة راح تدخل البلض والنفاتق في الزغز اللي موجودة وين بالسبب ميوكوزة فساعدتها بإدخال المواد إلى الدم أو اللم همات السبب ميوكوزة تحتوي على glans and nerve plexus زيان اللي هي عدنا السبب ميوكوزة plexus أو نسميها بالميزو نيرز plex هاش يسوين هاي provide an autonomic nerve supply to the muscularized myocose حتوفر لنا الدعم العصبي لطبقة muscularized layer اللي هي مالت من مالت الميوكوزة زيان بالنسبة الطبقة الثاثية للم muscularized layer الم muscularized layer اللي اسم إلها موات الم muscularized external هاش المسؤولة مسؤولة على segmental contraction and peristylatic movement through the IT يعني هي السوينا الحركة الدودية خلال الجهاز الهضمي زيان والم muscularized layer has an inner circular and an outer loctendal layer of smooth muscle فعدها طبقة من smooth muscle واحدة داخلية اللي هي inner circular هتكون دايرية ووحدة طولية من طبقة smooth muscle اللي هي الخارج هي اوكي اللوكتودينا فعدها طبقتين عضالية التقلصات مالذين الطبقتين ايش راح يسويناه راح يخلينا الطعام يتحرق خلال الجهاز الهضمي بالتالي هموات راح يصل لها mixing ويال digestive enzymes ديقل هموات اكو عدنا هموات المentric plexus او ال air patches plexus موجودة بتوين ذين الطبقتين موات الم muscles هذين نحي يوفرن التجهيز العصبي ال g-i-t-truct الظني عن الطبقتين زيان اللي هو الجهاز العصبي اللي راح يضمن ال fibers and ganglia from sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system فذني ال fibers وال ganglia هنه راح يوفرن الدعم العصبي sympathy والparasympathy علما لطبقة muscular ice زيان اخر شي عندنا سروسة السروسة هي طبعا outer layer من الطبقات يا الطبقة الخارجية تكمل ان الجدار مات الجهاز العظمين هنا اخر طبقة التهمات هي عبارة عن binding and protective layer فالطبقة حامية تتكون من شنو من RLR connective tissue مغطى او مبطى ب layer of cymbal sequimus epithelium زيان اذا راح نجي نتكلم على اعضاء الجهاز الهضمي الاساسية وحتى الاسسيشوري زيان وكل واحد فالتعريف عنه وشنو وضيفته زيان فالoral cavity or mouth is responsible for the intake of the food فالمouth هو مسؤول عن العمية الانتك يعني عمليات ادخال الطعام من خارج جسم الى الداخل راح يكون مسؤول عليها both اهمات بالماث يصير عمليات عندنا المastication بالoral cavity اللي هي mechanical breakdown of food by chewing and chopping actions of the teeth معناته هنا راح يتم عمليات تكسير الطعام عن طريق عمليات chewing مضح الطعام وهمات chopping تقطيع عن طريق الاسنان زيان والتونك همات راح يساهم بها الوظيفة شون راح يساهم هو عبارة عن عضلة قوية زيان manipulate the food يعني تمشي الطعام وين خلال يعني الفهم يعني حتى يصيلا contact وينما ويتهيف ويا الاسنان زيان فهالوظيفة اللي سأنا راح يحرك الطعام حتى تقدر للأسنان سوى لتشوبينج او عماليات التقطيع زيان همات هو also يعتبق sensing organ كعضو يعني يتحسس of the mouth for a touch يعني يتحسس باللمس ويتحسس بالحرارة همات يتحسس بالطعام زيان طبعا هاي عماليات التاست بسبب وجود البراع زيان بالنسبة لعملات insalvation شنو insalvation insalvation عبارة عن mixing of the oral cavity contents with the salivary gland secretions يعني عمليات خلط الطعام والsecretion مع salivary gland هي عمليات insalvation فعدنا مثلا الميوكين هو أحد secretion من salivary gland اللي هو يعمل كال lubricant أو كاملين للطعام إلي الطعام حتي يسهل عمالة همات عندنا الإنزيم الآخر اللي هو serum amalyze هذا serum amalyze إلا قابلي على digest of carbohydrates زيان فهو مثل مكتوب هنا نستار the process of digestion of complex carbohydrates فعماليات هضم الكاربوهيدرات مين تبدي أول شي تبدي عندنا خلال فه زيان ف نتيجة عمالة الهضم هاي مات الكاربوهيدريت طبعا تدرون الكاربوهيدريت تكون polysacryte متعددة بعدين تتفكك إلى ثنائية ثنائية بعدين أحادية وداما الجسم يمتص السكر بشكل الكلوكوز حتى إذا امتص بغير شكل مثل فركتوز لوكتوز لازم يحاول بعدين الكلوكوز عن طريق مثلا الليبر زيان فالمهم بالأورال كوبيت يحصل عدنا جزا ديجيشن وراح يتكون عدنا الكلوكوز فراح يصير عدنا امتصاص للموليكوز اللي هي طبعا الكلوكوز همات الووتر من خلال الميوكوز اللي هي قلنا طبقة الماسة زيان خلال الفم بعدين الطعام باقي الطعام شراح يصير له راح يكمل طريقة بتجهاز راح يروح للحنجرة بعدين ايسو فيغاس زيان بالنسبة للسليفر غلانز هنه ثلاثة موجودات عدنا الاواش البروتايدز وعدنا هما سابلينجل وسب منديبيلر فالنسبة البروتايد هاي شو نسوي هاي التفرز لووتر سيكريشن اوكي اللي هو غني بالبروتينز مثل الميونو غلوبيل اللي هي طبعا بروتينات ملاعية ذني فراح يساهما بالقضاء على الميكرو ارغانزم او فايت الميكرو ارغانزم همات الاميلايز يفرز الاميلايز اللي راح يبدي عملية الديجيشن او الكمبليكس كاربوهيدرايدز فها بالنسبة للبروتايدز بالنسبة السابلينجل هذا طبعا يكون لطبعا 5% من السليفيا من اللعب والسكر الشماطة متغربة نكون sticky يعني عشان متلاسق هيجي يعني لزج نقدر نقول هيجي شي ليش هاللزوجة ماجت من سبب الميوكن فنستنتج هنا شو نوضيفة السابلينجل السلوبر لاند السلوبر لالفود وهمات هي بفر هم نسوال بفر بالنسبة لسب ما نتبي لارف هي تشبه السابلينجل كلش همات عبارة عن ثيك secretion غني بالميوكن وبس كمية الميوكن اللي بي هي أقل فبالتالي نستنتج الوظيفة الساب من دبي لارف اقلاند هي لبريكند زيان بالنسبة لأس وفيكاس فالأس وفيكاس هو الجزء من الجي اي تي اللي ي اصو الكون connection between the pharynx on the stomach يربط للحنجرة بالمعدة زيان هما يقول it is a muscular tube هو عبارة عن انبوب عضلي الطول مالت 25 سنتيم او 10 انج الموقع مالت هو posterior to the trachea within the mediestenium مالت posterior to the trachea معناته خلف trachea او القصب الهوائية رح يكون موجود ال asophagus خلال منطقة وين الميديستينا ماذا تعرفون الميديستينا اللي عم موجودة تقريبا منتصف الصدر زيان فهو دي حتش على هذا الموقع زيان the asophagus passes through the diagram by means of an opening called asophagal hiatus فديقون الاسوفيقاس المريح رح يمشي خلال الدياغرام عن طريق فتح نسميها بال asophagal hiatus زيان الاسوفيقاس lined with non-cretinized trachea sequemus epithelium اتنس walls contain ether skeletal or small muscle depending on the location زيان فديقون لنا انو الاسوفيقاس رح يكون مبطن بطابقة من non-cretinized trachea sequemus epithelium يعني عبارة عن طابقة طلائية مطبقة حرشفية زيان الجدار مالت الاسوفيقاس يحتوي لي skeletal muscles او يحتوي له smooth muscles بالاعتماد على موقع واك حسب location مالت رح نعرف هل هو يحتوي لي على skeletal أو smooth muscle أو او المدل ثيرد يعني يقسم الاسوفيقاس إلى ثلاث ثلاث فالثل بالنص يحتوي على mixture من skeletal وال smooth muscle والطرفية يعني الاول والثالث يحتوون only على smooth muscle زيان فالطعام اللي امبلع او الاسوفيقاس شو رح يصي لبعدين رح يصي لبوش 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 الاسوفيقاس فالطعام اللي اندفع من الفم يعني إلى نهاية الاسوفيقاس هاش رح يصي لهذا رح يصي لبوش لبوش صار لبوش الحركة الدودية او الموجية اللي نسميها بالبرستالاسس زيان اما الباول يقصد بها هاي القطعة المطعم اللي قاعد تنبلع اوكي هاش رح يصير لها قلنا طبقة المسكول الرئيس لها عدنا عدنا سيركلا رسموث موسل وعدنا همات لوكتندل فالسيركلا رسموث موسل اش رح يسوي رح تتقلص من خلف الطعام زيان ويصير لها ريلاكس مية من امام الطعام فانتبه على هاش الله زيان وبعد ايش رح يتبعها رح يتبعها shortening of the tube by لوكتندل موسل كونتركشن اللوكتندل موسل رح تبدي تتقلص زيان بالتال رح تقدي الى shortening of the tube زيان فهاي اللذي كونتركشن تبدي طبعا من السوبرير اند من النهاية العلوية للأيسوفيغاس الى النهاية السفلية مالتاوي يعني يسموها بالأسترو فاقل جنكشن بمعدل طبعا 2 يعني خلال كل ثانية عدنا تقريبا من 2 الى 4 سنتيم رح يصير بيهم الكونتركشن طبعا وهذا نتيجة هالكونتركشن رح يصير عدنا امتي او تفريغ الطعام من الاسوفيغاس المن الى الكاردياك ريجن او the stomach